بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليكم شوفوا المرسلين سيدنا محمد أهلا وسهلا بكم في كورس الإفكال هاكينج طبعا النهاردة مكاملين معكم كالي وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا وهي أساسيات خاصة بكالي لازم تعرفها قبل ما تبدأ معنا كورس الإفكال هاكينج طبعا في الكورس بتاعنا هنتعلم بعض الأساسيات زي مثلا زي نتعامل مع الترمينال الخاص بكالي طبعا لو احنا فتحنا الترمينال طبعا هنبدأ نفتح الترمينال من الأول خالص الترمينال بيفتح من هنا يا جماعة من الـ Start الخاص بكالي نضغط على الترمينال بيفتح معاك الترمينال بالشكل ده طبعا هنا جايب لك كالي Add كالي يعني انت كده الترمينال جاي لك باليوزر العادي اما السوبر يوزر او الـ Admin او كده ده هنتعلمه في المستقبل بإذن الله بحيث ان احنا نقدر نحن نتعلم بعض الأساسيات الخاصة بكالي اول حاجة عن النهاردة لو احنا عايزين نعرف احنا وقفين فين في الترمينال فاحنا بنعرض الملفات اللي احنا وقفين عليها مثلا لو احنا عايزين نعرض الملفات اللي احنا وقفين عليها بنقول بيجيب لك كل اسماء الفولدرات اللي موجودة معانا في المكان اللي احنا وقفين فيه منهم الـ Public ومنهم الـ Desktop ومنهم الـ Download وغيرها وغيرها من الملفات اللي احنا وقفين عليها طيب لو احنا عايزين مثلا نتنقل من المكان اللي احنا وقفين عليه من الـ Home اللي هو الـ Director Home اللي احنا وقفين عليه في الكالي عايزين ندخل مثلا الـ Desktop ونعمل ايه؟ فيه حاجة اسمه فيه امر اسمه CD CD Desktop وكده هيبدأ يدخن على الـ Desktop زي ما احنا شايفين طيب عايزين نعرض الملفات اللي موجودة على الـ Desktop بنشوف فيه ملفات ولا لا الـ S طبعا ما فيش ملفات اللي غير ملف واحد ينا لان هو تجاهل الملفات ديت لان ديت by default نزلة مع كالي فعشان كده ما بيجبهاش غير الملف اللي انت بتنشوفه يعني احنا مثلا لو رحنا عملنا ملف جديد هنا مثلا Create folder مثلا ونسمي folder مثلا كالي مثلا واحد تمام ورحنا عملنا هنا L S هيروح يجيب لنا الملفات اللي موجودة طيب عشان تقدر تتعلم الأوامر الخاصة بـ L S فيه أمر مهم جدا وهو اسمه man الامر man تمام بيجيب لك كل التعليمات الخاصة بالأمر اللي انت عايز تتعلمه أو بالتفاصيل اللي انت عايز تعرفه عن L S أو أي أمر تاني عايز تعرف عنه فطبعا لو احنا ضغطنا Enter هيروح يجيب لنا documentation الخاص بـ L S يعني بيقول لك الـ L S دي معناها list directory content عشان نعرف الـ contents أو directory الخاصة بالموقع اللي احنا في المكان اللي احنا نفتحه فيه L S option تمام ويبدأ يبقى يشرح لك لو احنا كتبنا L S DASH E فبيقول لك اللي انت تعرف كل الملفات يعرف لنا كل الملفات طيب طيب فيه E capital DASH E capital دي برضه بتعمل حاجات تانية almost all فيه طبعا بي وفيه كل يعتبر معظم الحروف مع الداش بتعمل حاجات معينة مع الـ L S فطبعا دي دي وهم جدا جدا تعلمك الـ L S مثلا بتعملك ايه يعني مثلا L S I بتعملك حاجة L S DASH L بتجيب لك الليستنج فورماتينج وهكذا طيب نطلع مثلا نغرب L S DASH E ايه يعني لنا كل الملفات اللي موجودة زي ما احنا قلنا طيب L S DASH L هيجيب لنا بقى الفولدرات كلها زائد التفاصيل بتاعتها كاريتة امتى ومن اللي كاريتها طبعا اليوزر كاريتها وهكذا وتفاصيل عنه كاريتة الساعة كام وفي شهر كام وهكذا وفي اليوم الفلاني وكده طيب ده بالنسبة للأمر L S لو احنا عايزين نتعلم عنه بعض الحاجات طيب دلوقتي لو احنا عايزين وتعلمنا طبعا C D يعني بيفتح لك C D بيفتح المكان اللي احنا عايزين نروح له مثلا C D مثلا الفولدر اللي احنا عاملينه جديد كالي ونضيس انتر هيدخلنا على الفولدر اللي احنا عاملينه جديد طب احنا دلوقتي عايزين نرجع على المكان بتاعنا اللي هو ديس كتوب ونعمل ايه؟ ممكن تضغط تقول C D نقطة نقطة سلاش هيرجعك للديس كتوب يعني معنى كده ان احنا بنقول له رجعنا خطوطين اللي ورا على الديس كتوب طيب طب دلوقتي احنا عايزين نتعلم حاجة جديدة مثلا لو احنا عايزين نعرف المكان اللي احنا وقفين فيه فين يعني بالظبط ها فيه امر اسمه BWD ده بيتبعرك المكان اللي احنا وقفين فيه بالظبط تمام؟ احنا وقفين في الهوم في الكالي في الديس كتوب طيب ده البي دابليو دي طيب لو احنا عجبنا المان عنه وقلنا مان بي دابليو دي اي الشحل انا بالتفاصيل معناته ايه بالظبط؟ بيقول لك بي دابليو دي معناتها بريمتي نيم أوف كارانت دي ريكتوري المكان اللي احنا وقفين على الدي ريكتوري وهكذا طبعا فيه امر تاني مهم جدا لازم نتعلمه وهو ميك داير ميك داير ده اللي هو بيعمل فودر جديد ميك ميك داير مثلا نس مثلا هيبدأ ينشي معنا فودر جديد هنا تمام زي احنا شوفنا كده طيب عايزين نمسح الفودر ده نعمل مع ايه فيه امر اسمه RMD 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 طبعا لازم نكتب نكتب واسم الملف او اسم الفودر NC مثلا طيب هنا بيقولك ان ما ينفعش يمسحوا ليه بقى لان لازم مدنا له وش الصلاحيات لكده طيب زي ما احنا شوفنا كده هتمسحك تمام طيب نمسح الفودر التاني رم رم داير كالي وهكذا طيب ده بالنسبة لي انت ازاي تنشي فودر وازاي تنسح فودر من عندك فيه عندنا كمان امر مهم جدا وهو نانو نانو ده يا جماعة ده بيكتب على الفايلات اي فايل انت عايش تعدله وتكتب عليه بيعدل عليه يعني مثلا عندنا حاجه اسمه atc slash password slash atc slash atc slash password password كده هيفتح لنا الفايل ده بتاع الباسورد ممكن تعدل عليه طبعا وممكن تكتب فيه وتام والزود حاجه زي كده تمام طيب تمام عشان نعمل الخروج ندوس control اكس يخرجنا يقول لك انت عايز تسايف ولا لا تقول له مثلا no كده هيتطلع اه ده بالنسبة لنا نانو ده cat دي بتعمل read للفايل زي ما احنا شايفين كده طيب ls password بتقرأ برضو الفايل وممكن تكمل طبعا وتشوف زي ما انت شايف كده طبعا زي ما احنا تعلمنا الامر معه واخر حاجة hit لو انت عايز تقرأ من hit مثلا كده يجيب لك اول سطرين من البداية الملف لو انت عايز تجيب اخر سطرين حاجة اسمعت ال تمام ذا كموضوع المحاضرة بتاعنا نازل نتعلم بعض الاساسيات الخاصة بكالي واشوفكم في المحاضرة القادمة اشتركوا في القناة